المنتخب مبارح الحمد لله يعني تعادل وخادل نقطة المرجوة في إطار السعي نحو التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية مؤهلة الكأس العالم 2022 في ألف ألف مليون مبروك لكل جماهير الكرة المصرية بعد هذا التعادل طبعا كنا نتمنى الفوز لكن ما كانش يعني فيه توفيق بالإضافة يعني البداية بتاعتنا كانت صعبة شوية في المباراة في اعتقادي الشخصي أن لعبة أنجولا أدونا إحاء أن المباراة بالنسبة لهم ودية لما غيروا اللعيب بتاحهم كانوا بيكرموه في الديئة التامة أو التاسعة من أحداث اللقاء فهبتنا شوية كده بلغة القرى فما كناش بالشكل المطلوب خالص ودخلنا في المباراة متأخر لكن الميزة أن أنت بعد ما تتأخر بهدفين مع نهاية الشوت الأول بهدف في توقيت مهمة أول محمد بنيني تجيب جون وترجع كمان في الشوت التاني تجيب جون كمان عشان تتعادل اتنين اتنين فده إن ده اللي يدل على أن المنتخب عنده شخصيات طبعا فيه تعليقات كتير على إداء المنتخب لكن أنا في الحقيقة يا جماعة ضد التعليق بشكل قوي على مدرب زي كيروش كنا بنشيد بيه في مباراة الليبيا يعني كل الإعلام المصري كلنا كل الناس تلعت أشادت بكيروش مش عشان مباراة وحشة نروح مقطعين في الراجل أو أم احنا عندنا عيبك الخطير ينشيد قوي 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 يمنقطع قوي قوي ما عندناش وسط لاحظت مباراة ناس كتير قاعد التقطع في كروش وإن هو أخطأ ومش عارف المرش إيه والسمك لابنطمر حاجات كتير يعني اللي هو يحسسون أننا نحن عندناش منتخب لا عندنا منتخب عندنا جيل مميز من اللعبين عندنا مدرب جيد يقدر يساعد نركز العالم يقدر أي أن كان بقتا حتى قبل مين احنا خلاص كده تصنيف تاني يعني نحن نبقى المركز السادس على أفريقيا فبالتالي هتقابل يا إما السنغال يا إما الجزائر يا إما المغرب يا إما تونس يا إما ناجيريا فاللي عايز يسعد كاس عالم ما يخافش حيقابل مين ما يهموش حيقابل مين خالص ما نفكرش في الحتة دي لأن احنا عندنا جيل كويس جدا نبراح محمد صلاح عمل مطش حلو بصراحة عمل أسست الهدفين لكن لسه فيه فرق في مستوى الفكر ما بين صلاح وزميله في المنتخة وأكبر دليل على أنا بقول لحضراتكم ده أن في الشوط الأول بعد الهدفين صلاح خد الكورة أو ما خدش الكورة الكورة كانت أعتقد مع فتوح العيد مميز بالمناسبة طبعا ناحية الشمال فصلاح خد اتنين معاه ورايح ناحية فتوح فعمال يشاور أعتقد لعبد الله سعيد أو حد تاني اتحرك أنت كده أنا بفضلك المساح يا أخي خش خش تعال ما فيش لغاية لما استوعب خد وقت ففكر صلاح سابق أفكار لعبة المنتخة وده طبيعي بحكم الرتم اللي بيلعب به في إنجلترا المستوى اللي بيلعب فيه الدور الإنجليزي أقوى دوري في العالم فصلاح طبعا في حتة تانية خالص يعني فبالتالي المجمل الأهم إنك حقاقت المراد ومش محتاج لمبارات الجابون هتحتاج لها في أمور أخرى تتعلق بتجربة بعض الوجوه الجديدة تتعلق بتجربة طرق من طرق اللعب المختلفة على حسب ما كيروش عايز يعمل إيه لكن أنت خلص أهلت المرحلة النهائية وحتحط برنامجك في إطار استعداد لهذه المرحلة الهمة اللي من خلالها إن شاء الله بإذن الله نوصل لكاس العالم بإذن الله تعالى لكن تعالوا كده نحط افتراضات واشمعني إحنا ما نحطش يعني افتراضات اشمعني هتلاقي إعلامي أنجولي إعلامي في أنجولا زي ما نوطلع بالوقت بقى بعد المطر أو هيطلع النهاردة أو طلع الصبح أو هيطلع بالليل هيقولك إيه هيقولك إحنا كسبنا الشوت الأول اتنين واحد وإحنا إحنا هو بنقول لكم إحنا كسبنا الشوت الثاني واحد سفر ولولا إن جون أكرم توفيق ده ولولا إن القورة خبطت في مدافع أنجولا ما كانتش هتبقى جون لو كانت خبطت ما كانتش هتبقى جون فخلينا نفترد الافتراضات دي شمعنا إحنا فطبعا هناك في أنجولا الكلام حيبقى بنفس الصيغة يعني على غرار بعض الإعلاميين اللي للأسف لعبه قورة للأسف الشديد لعبه كور وبتكلموا بالصيغة دي وبتكلموا بالطريقة دي كلام ملوش علاقة بكرة القدم لو 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 فإحنا كسبنا الشوت الثاني واحد سفر مبروك إن إحنا كسبنا أنجولا واحد سفر في الشوت الثاني يعني ومبروك لأنجولا إن هم كسبوا منتخب مصر اتنين واحد في الشوت الأول فهي دي كرة القدم دلوقتي للأسف الشديد يعني ده فيما يتعلق بالمباراة والافتراضات في جزء آيه بقى تاني هي تتعلق بحكم اللقاء الحكم اسمه إيه؟ اسمه جان جاك ندالا حكم كونغولي بصراحة عمل مباراة سيئة قوي يعني الراجل بالتحديد بعد الجنة التانية بتاع أكرم قبل الجنة على طول كان يادر بالجزاء ما حسبهاش بعد الجنة التانية فأولاد كتير جدا وقف المطش كتير جدا 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 من الواضح من الواضح إنه هو الراجل تقريبا يعني والله أعلم تقريبا واخد كورسات في الاحتواء كورسات في الاحتواء التحكيمي إحنا زمان كنا بنشوف إيه زمان في أفريقيا مع الحكم الأفريقى اللي هو يقول لك إيه صاحب الملعب لازم يكسب ما ليش دعا بقى يستحق إنه يكسب ما يستحقش ما ليش دعا لكن على غرار التحكيم المصري واضح إن الحاكم الواضح كان واخد كورسات في الاحتواء في الاحتواء التحكيمي واحتوى لعبي أنجولا بشكل مميز قوي قوي قال لك حلو قوي يخرج المتعدلين هم كده كده مش محتاجين المكسب بس برضو مش لدرجة إن مصر تكسب ما بقولش إن المنتخب كان ممتاز بس المنتخب كان يقدر إنه هو يجيب الهدف التالت لو الأمور طبيعية والحكم جيد لكن بصراحة الحكم سيء جدا فده فيما يتعلق بحكم اللقاء وفيما يتعلق بجزئية الاحتواء اللي أعتقد ابتدينا نعدي بيها الناس في أفريقيا ابتدينا كمصريين كحكام مصريين نعدي بيها الحكام الأفريقى بنشوف أمثلة زي مباراة الأمس للأسف لكن في الآخر مبروك لمنتخب مصر إن شاء الله نكون موفقين فيما هو قادم وبالتحديد عندنا لسه كاس العرب عندنا بطولة الأمور الأفريقية وعندنا بإذن الله المباراة الفاصلة اللي قرأة حتكون بالمناسبة أو مباراةين الفاصلتين اللي قرأة حتكون في شهر 12 والمطرين حيكونوا في شهر مارس بإذن الله نكون موفقين ونتأهل أيا كان حنقابل مين أقوى منتخب بصراحة هو جزايا بس برضو أي منتخب حتقابله المطشح يبقى صعب جدا لأن انت بتلعب على كاس عالم تلعب على أن تتأهل كاس عالم إن شاء الله نكونش في حكام من أصحاب الإحتواء وإن شاء الله بإذن الله نكون موفقين في المطشح ده فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني هروح لفاصل سريع ترجمة نانسي قنقر